ساعة واحدة فقط تفصل بين إعلان التحالف هدنة عسكرية في اليمن وبين سقوط صاروخ ميليشيا الحوثي على مدينة مأرب الصاروخ استهدف مبنى حكوميا وسطحيا سكني إلا أنه لم يسفر عن وقوع إصابات هدنة تسبقها معارك في الجوف وأطراف مأرب وتلحقها مواجهة عسكرية والطرفان يقولان شيئا آخر التحالف يعلن هدنة من جانب واحد وافقت عليها الحكومة الشرعية أما ميليشيا الحوثي فتقول إنها لا تقبل الحلول الجزئية باحثة عن حلول شاملة لوقف الحرب كليا الحوثيون قدموا رؤية إلى الأمم المتحدة تنص على إنهاء أي قوات دولية في جميع أراضي اليمن وجزره وموانئه وأجوائه وإنهاء أي وجود عسكري يمني في الأراضي السعودية المبادرة تدعو أيضا إلى إعلان الوقف الشامل للحرب وإيقاف جميع الأعمال العسكرية البرية والبحرية والجوية وأن يدخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ فور التوقيع على أن يتم إجراء حوار سياسي يؤسس لمرحلة انتقالية وفيما ردت ميليشيا الحوثي على هدنة التحالف بصاروخ على مدينة مأرب فإن التحالف والحكومة الشرعية لم يعلق على رؤية الحوثيين وكأنه حوار أحادي بين متحاربين أضاعت أصوات الحرب كل إمكانية لأن يصغي أحدهما إلى الآخر أو يرد على مبادراته فكل طرف ما زال يعتقد أن سلاحه ماض وفعال وأن مناطق الجوف ومأرب ما زالت ساحات خصبة لاستمرار حرب القوة ولتغطية العجز الكبير في الدبلوماسية السياسية الدولية والمحلية التي تقضي عامها الخامس بتخبط دون أمل في أن تجعل هذه الحرب جزءا من الماضي